يجتمع أكثر من 130 من زعماء العالم الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة وتسيطر قضايا الشرق الأوسط وأوروبا على اجتماعات الزعماء وعلى رأسها الحرب في غزة أكثر من 130 من زعماء العالم يجتمعون الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة واستتهديد باتساع نطاق الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا ومن المتوقع أن يهيمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ قرابة عام وحرب روسيا في أوكرانيا على الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومع اقتراب الحرب من عامها الأول تواصل مصر والولايات المتحدة وقطر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كما ينفذ صبر العالم بعد تسعة أشهر من مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بهدنة إنسانية ومع تجاوز عدد شهداء في غزة واحداً واربعين ألفاً وتصعدت المخاوف من امتداد نطاق الصراع في غزة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أن اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي بيجر وأجهزة اتصال لاسلكي محمولة في يومين من الهجمات القاتلة ولم تعلق إسرائيل على الاتهام ومن المرجح أن يدعو العديد من زعماء العالم إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عامين ونصف تقريباً ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني بروديمير زيلينيسكي كلمة أمام الجمعية العامة في الخامس والعشرين من سبتمبر الدورة التاسعة والسبعون للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأم المتحدة تستبر ستة أيام وتناقش الأزمات والحروب حول العالم فضلاً عن إصلاح مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً والذي يتولى مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر